اذا عدنا حديث القاهرة بل حديث العالم كله عن الحرب الروسية الاوكرانية وعن هذا الهجوب المضاد الذي اعلن عنه من اوكرانيا وبدأ بالفعل على خطوات او على مراحل وقيل انه يعني بدأ بصمت وقيل انه بدأ خائبا منهارا وقيل انه نجح في تحرير قرى واراضي نكلم على كمية من الاخبار التي يطرحها كل طرف من اطراف الخرب اكأنها الحقيقة المطلقة او كأنه الذي انتصر ابدا بينما الامور تحتاج الى نقاس وتوضيح وفاة لمجرايات ما يحدث والمستقبل هذه الخرب خصوصا فيما هو ما بعد الهجوم الاوكراني المضاد خليني ارحب بخبير ضيفنا الكبير وخبيرنا الكبير سيد احمد عليبة الخبير في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية اهلا بك دكتور احمد منورنا اهلا سيد احمد 18 شهر على الخرب ثم ها هو قرار هجوم مضاد كيف تقيم فكرة الهجوم المضاد خصوصا انه بدأ انه هجوم مضاد على استحياء او متردد او مختفي مستتر ثم بدأ في كلام الرئيس بوتين في مؤتمره الاخير مع مجموعة من الصحفيين العسكريين يتحدث عن انه هو مضاد منهار مهزوم مكسوم للحظة الاولى بنشوف فيديوهات بتزحها روسيا عن الدبابات الالمانية التي كانت تتباه بها المانيا وابد كده اتكلمنا مع مسكت حركة عاد هنا عنه برضو وعلى ازاي يمكن ان تغير شكل المعركة فايزة بها دبابات محروقة في المعارقة طبقا ليه الفيديوهات اللي بقدمها الطرف الروسي كيف تقرأ هذه الاحداث كلها يعني مبدئيا حضراك لخصة الوضع تقريبا احنا ما عندناش تقديرات حاسمة تقول انه في هجوم مضاد فعال ام لا بنسمع عن الهجوم المضاد من الربع الاخير في العام الماضي وبعدين بدأنا نسمع عن نغمة هجوم الربيعة ومرر الربيعة طبيعه منطقة سيد احمد كده انا هارد انا ههاجم على فكرة انا هعمل قطة للهجوم هل ده طبيعي في استراتيجيات حروب الاعلان عن خطتك وعن مستهدفك اه هو ممكن يقول ان فيه هدف استراتيجي ان هو يعمل هجوم مضاد لكن فكرة التفاصيل بتاعت الهجوم المضاد معروف انه روسيا عندها مدرسة اوكرانيا دلوقتي اللي هي بقت ضمن المدرسة الغربية عندها رؤية تانية بحكم التسليح بيلعب دور بحكم التدريب بيلعب دور فبيبقى لحد ما الخطوط العريضة تبقى واضحة في هذه المسألة وده اللي بياخدنا لفكرة انه طب الهجوم المضاد متى يبدأ لما يكون فيه طرف سيطر على مساحة من الارض بيتقدم فيحصل فيه هجوم مضاد هنا هل ده حصل بالنسبة للجانب الاوكراني انا في ظني انه فيه مرحلة محدودة ومبادرة لكنها مبادرة غير مكتملة والجانب الاوكراني فيه مستشارين لرئيس الاوكراني عسكريين بيقولوا احنا بدأنا الهجوم المضاد فيه مسؤولين اوكرانيين اخرين يقولوا لسه ما بدأنا الهجوم المضاد التصريحات ايضا بشأن الهجوم المضاد في لقاء وزراء الدفاع في حلف الناتو بعضها بيشير الى انه دا ينفع يكون هجوم مضاد طب عايزين نطوره طب عايزين ندخل اسلحة حيث انها تعمل سبورت دعم للهجوم المضاد ولا فايضا فيه تشويش فيه مسألة بس الرجل نفسه الوزير الألماني فيما اعتقل قال انه طبية تحصل خسائر وانه مين قال ان الهجوم ده سيعني لن يكون هناك خسائر بالتاكيد لازم تحصل خسائر يعني اذا هو فيه اعتراف بانه الهجوم تم وانه فيه خسائر انا طبعا فيه خسائر وفيه خسائر كبيرة مش خسائر قليلة بس لدرجة الارقام والنسب اللي بيقولها الرئيس الروس لا انا اعتقد ان الجنب تأتي في المئة بالدمامات لا اعتقد ده جزء من البروباجندا في الموضوع لكن الهجوم المضاد انت بتحتاج تكون اقوى من الطرف الاخر على الاقل يعني ثلاث مرات علشان خطر تعمل هجوم مضاد وعلى مساحة طويلة من الجابها بتصل لحوالي 1500 كيلو متر يعني دي مساحة طويلة جدا فعشان يعمل هجوم مضاد اما انه هو بيحاول يستهدف مركز او تجمع اسكري كبير فيبدأ يعمل عملية اختراق فيه او انه هو يروح على المنطقة الرخوة او المنطقة الضعيفة اللي ممكن يكون فيها صغرة ويبدأ يعمل الهجوم منها ثم يعمل عملية توسع فيه ففيه دخيار ودخيار الهجوم مضاد دي على الارض الاوكرانية على الارض الاوكرانية لكن تتواجد عليها قوات روسية اا احتلتها روسيا فاوكرانيا بتحاول تعمل الهجوم مضاد يزيح روسيا عن الارض الاوكرانية بأكيد لكن احنا ايه المؤشرات اللي عندي؟ بس ده معناه انه انه روسيا وقفت عند الخط ده خلاصة هي روسيا شرق نهر الدنبل ده بشكل اساسي لكن بتحاول تفتح جبهات اكبر في خاركيف وده اللي باستغربه يعني لما بشوف الهجمات الروسية او رد الفعل الروسي مش شايفه على طول الخط اللي اوكرانيا بتحاول تفتح منه جبهات تحت عنوان الجمع المضاد ده معناه انه روسيا مش شايفه انه هو مؤثر للدرجة اللي هي تعمله عملية تعبئة كبيرة او تتحرك في موجهته لكن هي بتضعف الخطوط الخلفية اكتر يعني كمية الهجمات النهاردة لما بشوف التقرير اليوم بتاع الحرب مع درس الحرب الامريكي بشوف انه فيه جنف اكتر مما كان فيه جنف في اوديسا على سبيل المسال منطق عيدة في اقصى الساحل الجنوبي الغربي وهجمات صعبة جدا يعني وهجوم على قرية زلينيسكي نفسها ده صحيح يعني في اماكن كتيرة مش على خط التماسل المفروض بيحصل من على الهجوم المضاد نقطة التانية انه الهجوم المضاد هو بيحتاج لقوة مدفعية كبيرة حضرك اشارت الى موضوع اليوبارد والفيديوهات والبرادلي المركبات والتشالينجر تول كل هزي الاسلحة اولا يعني هل هي يعني ممكن استهدافها اه طبيعي ممكن استهدافها يعني مفيش يعني تم استهداف الباتريوت يعني فيه اللي كان يعني بيتم الحديثة عن ان هي تعمل تحول في منظومات او فيه يعني فكرة اعاقة السواريخ الروسية وفكرة السيادة الجوية الاوكرانية وما الى ذلك لكن ده ما حصلش في حقيقة الامر فهنا فيه اخفاقات الحقيقة فيه مسألة الهجوم المضاد الهجوم المضاد ايضا مش بيحتاج لقوات مدفعية بس بيحتاج لتعطية جوية تغطية الجوية فيه كلام على انه يكون فيه قوات جوية الف 16 مش هتكون السنة دي في حوزة القوات الاوكرانية الف 16 محتاجة لتدريب طويل اكتر من السنة على الاقل لو تم اختزالها طيارين اللي هيتم تدريبهم مفروض لهم يدربوا طيارين اخرين في عمليات صيانة ما ننساش ان دي طيارة تعتبر جديدة او مقاتلة جديدة بالنسبة لي الجانب الاوكراني مسؤولة لازم الجانب الاوكراني اللي يقضها يا لو الجانب الاوكراني مش هو اللي يقضها هنا الحرب هتختلف بقى هتحاول هنا الحرب خارج السيق السنائي ويبقى فيه قوى غربية تدخلت وتتحاول بقى المسألة الحرب تتتسأل اخو وهكذا فاحنا عندنا كل المؤشرات اللي الحرب بدأت بها بس لما انا هشوف السلاح الغربي الدبابة الالمانية التي كانت يعني محل يعني تفخيم وتعظيم لقدراتها وكانت الحصول على مين دبابة منها لالجانب الاوكراني بمثابة طلب والنقاش في الحكومة الالمانية ويبقى ليها محروقة عدة مركبات منها او قطع منها محروقة في الهجوم المضاد الا يشكل في ذلك طعنا في السلاح الغربي؟ انا مش شاف انها مسألة طعن بمعنى التصور اللي احنا ممكن نقول عليه انه فيه هزيمة للسلاح الغربي لانه بنفس القدر انا بشوف ايضا دبابات روسية والدبابات الروسية الجيش الروسي معروف ان هو دبابة قبل اي حاجة فهنا ده لا يقلل منها لكن هي فكرة انه العدد محدود فلما بيحصل فيه تجمير لعدد قليلية الجيش الروسي نصلا عادة فيه تمانية مرة واحدة وبعد كده فيه اربعة يعني انا اعتقد ان الرقم مبالغ فيه الى حد ما لكن في نفس الوقت هي مش مسألة صعبة مش مسألة مستحيلة ان ده يحصل خاصة مع هي بتتضرب بايه يعني الجانب الروسي بيستهدفها ويقوم تضربة وكلفة اكتر منها وهو كان محتاج لهذه الصورة ان هو يقول للعالم يقول للغرب يقول للالمانيا انه يعني ده مش مستحيل ان ده يحصل يعني وان ده جزء من التطور اللي حاصل فيه ادارة الجانب الروسي للحربي بس ده برضو مش يلقي يعني اسئلة حوالين مؤتمر صحفي للرئيس الروسي مع محمد العسكريين كان فيه على عيوم في الجيش الروسي وان احنا كان ممكن نبدأ بداية افضل من كده وان احنا اخطأنا فلن مش عارف ايه رئيس بيتحدث عن جيشه وعن اخطأ جيشه وجيشه بيحارب جديدة بالنسبة لي خصوصا انه بوتين اللي بيكلم على الجيش اصلا اصلا 25 سنة سجن دلوقتي الناحية التانية عندي الشركة فاجنر الشركة الروسية او المظلة روسيا يعني العسكرية عليها رئيسها بيقول كلام موحش جدا في الاتهام للجيش الروسي وان احنا هننهازف المعركة وانهم هنسحبوا واننا مش مشارك وانهم هننتظر جميعا هزيمة كلام برضو صحيح لما بنحل خطاب رئيس بوتين من الاول يعني هو بدأ بفكرة انه بيكلم على امكانية المصر وانه هزيم القوات الاوكرانية وما الى ذلك بعد شوية بدأنا هذا الخطاب يتراجع الوقت لما وصلنا للحالة اللي حضرتك بتكلم عنها بس انا ما اعتقدش انه هو بيطعن في الجيش لكن انا اعتقد انه هو بيبدي ملاحظات على شكل ادارة المعركة على التهتيكات على بعض الاخفاقات اللي حتى احيانا ما بيحصلش فيه تدارك لها يعني على سبيل المثال النهاردة لما يتضرب تجمع فيه متين جند روسي في منطقة كريمينا دي مسألة صعبة جدا زال اللي حصل قبل كده لما كانت القوات الروسية انت عامل تعبئة للقوة وموجودة في مكانه وكلهم بيستخدموا التلفونات نعم المسيب قوله اجد بالحادثة بتاعت الطلق اه ده لسه الكلام ده لسه النهاردة فيبقى فيه تجمع بهذا الشكل وتجمع مكشوف ومنتظرين قائد عسكري ييجي فهو متأخر يعني البروكراطية اللي موجودة التكتيكات الصعبة اللي موجودة اوما الى ذلك فهنا هو بيوجه رسائل لقيادات موجودة في المعركة وهو عمل تغيير اكتر من مرة العلني ده يعني انت رجل الخبير السيدة العلني ده طبيعي يعني دلوقتي في الحروب قادة الحروب بيكلموا عادي عن مشاكلهم يعني كان فيه طبعا يعني اخفاقات لجيوش يعني الولايات المتحدة الامريكية كان عندها اخفاقات في افغانستان كان عندها تاريخيا صحيح تم التقرير بعد الحروب وتبليسه او تم الاجتماعات داخلية وتام الوقفة تعبوية واتغير انما رئيس يتكلم عن مشاكل اقدم عليها جيشه واخطاء ارتكبها لان ده امر واقع هو ما قداموش غير كده ده هو كان متصور انه المعركة مش هتستغرق كل هذا الوقت كان متخيل انه يعني فيه نوع من يسميه يعني ايه القدرات النوعية او انه هو يعني كمدخل مسألة ممكن تاخد وقت وسيط وتحسن بشكل سريع وما الى ذلك ده ما حصلتش فاعداقد هنا كان فيه رسالة موجهة للقوة انما موضوع القوات فاجنر قوات فاجنر دي ايضا جزء من العملية الدعائية فاجنر شركة عسكرية صحيح انها اكتذبت عدد من النخبة قدرت انها تعمل تجنيد موازي عندها قدرة على الانفاق لكن ما كانش عددها السلاح الكافي قعدت في بخموت متورطة فترة طويلة جدا اطول معركة في اقصر او في ازهر مصرح عمليات ورغم ذلك الجيش الروسي ما كانش معني بالنهاية تحسم هذه المعركة فبالتالي كان فيه خلاف الجيش الروسي ما هواش متقبل فكرة انها تحقق نصر في بخموت والحاجة التانية هي كانت عايزة تنتهي من الموضوع في بخموت لان ما عندهاش مكاسب منه في حقيقة الامر يعني يعني لما نيجي نشوف خارطة فاجنر الموجودة في اي مكان في العالم متحديدا في افريقيا هلقاها بتشتغل في مناطق فيها موارد فيها دهاب فيها يورانيمون فيها كذا لان ما بخموت هي منطقة مهمة بالنسبة للمعركة لانه المدينة مش فوق الارض المدينة تحت الارض فيها لوجستيات مهمة فيها ممرات فيها طرق فيها كلها تحت الارض فدي لا تعني ملهاش قيمة مهمة بالنسبة للفاجنر انما هي لا قيمة بالنسبة للفاجنر فاش مال يبدهم اه بالظبط لكن فيها بقى ملح وفيها كذا فدي مش مهمة بالنسبة لهم وهم كانوا عايزين ينجزوا التسك دي سريعا وهو حدد وقت وشاف قد ايه انه دي كانت واحدة من الجبهات الخطرة جدا اللي افنى فيها عدد كبير جدا من العناصر اللي هو جندهم لهذه المعركة وانه شاف انه ما كانش فيه قدرة ما كانش فيه نوع منه اللي هو يسموه التشغيل المشترك انه يجيش يعمله عميات تغطية ان يديله اندادات بالسلاح ان يديله الزخار فطبيعي انه هو كان ده موقفه انه يحمل الجيش مسؤولية التأخير انه يحمل قادات العسكرية مسؤولية الاخفاق وهكذا فده كان جزء وهو قريب طبعا من الكريملين فهو كان بيحاول يبين هذه الاخفاقات ربما يكون ده مقدمة لانه الرئيس الروسي يعمل تغييرات اكبر فيه على مستوى القيادة يحتاج ان هو يعمل زي حرك ما قلت برضو وقفة عبوية تانية بحيث ان هو يستعد منها الى مرحلة بس اما اعتقدش ان فيه حاجة ضغط عليه بشكل كبير هو بيحاول يصدر بعض الملفات او الامور التانية اللي تاخد المعركة يعني مثلا لما يروح يتكلم في نفس الوقت على ناقل الاسلحة النووية الى بيلاروسيا الشهر الجاي في نفس الوقت اللي هتنعقد فيه القمة في لتوانيا فهنا هو بيصدر تهديد جديد بيرفع مستوى التهديد وانت هتفكر بقى في المعركة وانت ده السلحة ولا هتفكر انه بقى فيه نووي موجود واكبر من كل اللي موجود عنده اوروبا النوو التكتيك انا بتكلم هنا يعني اوروبا كلها فيها من 100 الـ 200 طب هو عنده 2000 طب هو هيودي كام طب هيودي فين في الروس اوه ده التقديرات الامريكية بتقول كده طب امريكا هي في الخامس دول اللي نشرفين في اوروبا عندها 200 وبعدين اجا شوفه النهارده الاقيه مثلا المناورات بتاعت الناتو شغالة لكن مش جاية ناحية كلانينجراد اللي هي الجيب الصغير اللي هو برا روسيا ليه لانها برضو خزان نووي ففيه خوف وفيه قلق هنا بدأ يصدر اه تهديد مختلف كل شوية تظهر حاجة موضوع مثلا تفجير سد كخاف كداع برضو عمل ازمة كبيرة هل العالم عارف مين اللي في الجرب ولا نسل لا العالم معرفش ومعتقدش ان دي مسألة من السهولة ان هي تعرف لكن انا شايف ان كل طرف كان مستفيد منها يعني في الاول في الاخر اللي يتنين بس اللي يتنين اتضروا اللي يتنين استفادوا اللي يتنين فيه ضر اه طبعا طبعا لانه انا ما اجي شوف يوم الساد نهار الاقي الخط الدفاع الاول الروسي اللي كان موجود على بعد 16 20 كيلومتر من النهر الدنيبر رجع ورا الى 65 كيلو في الوحل يعني دفاعات موجودة في الوحل يعني واشوف كمان هو عامل حزام من الالغام كان موجود ده كله بقى موجود طبعا انا اتحرك ازاي في هذه المساحة طب المصرح ده اللي هو حوالي 400-450 كيلومتر ده دي الجبهة بالنسبة لجانب الاوكراني كان مفترض ان هو يشن هجمات من نحية تانية في الهجوم المضاد لكن الاقيه مشتت بيتحرك في ثلاث محاور بيشتغل على الخط بتاع كريمينة بيشتغل على بخمط بيحاول يشتغل على زبروجيا ودي النقطة اللي هو شايف انها النقطة الاقوى اللي ممكن يشتغل عليها لكن بيقطع بيتحرك فيها تقريبا يعني من 200 ل300 متر ل350 متر دي يعني حاجة صعبة جدا لكن في حاجات تانية اوكرانيا اشتغلت عليها برضو وشكلت تأثير كبير على الجانب الروسي زي ان هو يخلق تهديد جوا روسيا نفسها بدأ بعملات الاغتيال اللي شفناها لبعض الشخصيات ثم حالان دلوقتي بقى موجود في منطقة بلجرود وبدأ يستاول عليها فده هي اوكرانيا على من وجهة نظري هي قدرت ان هي تعكس من نصار التهديد جزء من الموضوع وده ممكن يبقى تأثيره اقوى على الجانب الروسي من موضوع ان الحرب بقت في الارض الروسية ان الحرب بقت داشة الاراض الروسية رغم انه امريكا طول الوقت بتقولها لما اشترت في الاسلحة اللي موديها انها لا تستخدم على الاراض الروسية ما هو هنا ما استخدمش صح امريكا هو استخدم هنا الدرونز استخدم فيه لوائين بيقولوا انه هم معادين للقيادة الروسية فبيستخدمهم داخل ارض الروسية في نقطة حيوية جدا بالنسبة للجانب الروسي بتستهدي في بنية يعني ده يأثر على صورة روسيا اللي هي بدأت شوف ان فيه صغرات هنا في المنطقة دي محتاجة ان هي تصدار زيك بدأنا نشوفها وبتكلم على انه اذا كان هم عندهم درونز فاحنا نعمل مصنع بعد ما عملوا لانست كانوا بياخدوا من ايران بدأ دا يتراجع دلوقتي يبقى انه بيشوف بيتكلم على خمس مصانع وبتكلم على كذا بيحاول نحن عندين يعني غطب المصانع هتنبيني وتشتغل وتم تنجي يعني اه طبعا لا ده فيه يعني سيقول لروسي النهار ده يقول الحرب قد تمتد العقود يعني يعني بيقول فكرة احنا مطولين بقى للاي لكن سؤالي هل احنا عصد بقى سنوات متنامت تسعة ولا سنوات افغانستان العشرة ولا ايه بالظبط هو محدش يقدر يتنبأ يعني قصم الشرط ان الحرب تتوقف بسبب عامل في ساحة المعركة حد انتصر حد نازم لا ممكن هو فيه مكروح ان حد ينتصر بنازم يعني يعني توازن القوى المرعب اللي قدامنا ده ما بين الغرب وروسي طرح اي فوز اي يعني واي هزيمة لأي حد ده معناك لسه تصرف الاسد المجروح ده الحرب الحديثة بقاش فيها المعيار النصر العزيمة بالشكل اللي احنا نعرفه ان فيه حد غلب حد يوقع وثيقة الاستسلام وهواء الاخيره زي ما حصل في الحرب فرسي يعني اه وكده انا اعتقد ان ده بقى صعبي يعني لكن هي فكرة مين بيكسب بالنقط مين بيقصر بالنقط مين بيتخدم بيعوض طب واحنا العرب واستنزف السحب اي طبعا اتصادة الوعبية فهي الحرب دي ممكن انه طرف خلاص هو خد قرار الجانب الروسي انه هو يوقف الحرب على سبيل المسال مقابل شروط انه احنا هنعترف بمساحات اللي احنا موجودين عليها وبدأ حتى الرئيس بوتيني لاوح لده اللي هي فكرة نعمل منطقة المعزولة نشتغل على البوفرزون المنطقة المعزولة المنطقة المعزولة مش هتبدأ من اخر خط هو موجود عليه في حدود بقى يدخل له خمسين مئة كيلو وفي العمق اللي هو غرب نهر الدنيبر ويبدأ يعمل منطقة حظر طيران يحط مدفعات طويلة بدأ ينقل بعض المطارات يعني شفت بعض التقديرات النهاردة بتتكلم على ان هو بدأ ينقل طيارات قريبة من زابروشيا شوية وهكذا فهو بيفكر تقريبا في هذه المرحلة لكنه في نفس الوقت المعركة لا تقتصر على اوكراني احنا شايفينه نهورات الناتو الحلف بيستعد المؤتمر مهم في تمرينات جوية وبحرية فالمسألة مش سهلة لا واختير لسوانيا للمؤتمر نفس طبعا طبعا لا وبعدها داخلنا على المؤتمر يعني هيبه فيه توسع للحلف السويد داخلة اليابان جاية تشارك صحيح هي مش هتبقى عضو بس جاية تشارك كلام عن الانتو باسيفك فيه يعني فيه حاجات كتيرة جدا فيه المؤتمر المقبل للحلف انا اعتقد ان هي يعني انا شفت اول مرة الامين العام للحلف يانسل تنبرج النهاردة هو بيكلف في مؤتمر الصحفي اكثر وقعية من المرات السابقة درجة ان هو حتى بيكلف على سؤال التجديد او التمديد ليه مش فارق معايا لكنه هو بيقول ان فيه مشاكل في الحرب احنا محتاجين استعدادات اكتر محتاجين دعم اكتر وهكذا فالخطاب هنا فيه واقعية وانا اعتقد ان الخطاب الروسي ايضا بشكل حركة كلمتها عليه ان فيه اخفاقات في ساحة المعركة في ادارة المعركة وتكتكتها هو ايضا بينطوي على قدر من الواقعية بشكل اوبا يعني بينما يعني من يقول الحرب ستطول ومن يتجه الى انه سيعقل الطرفان ويرضوا بحل وسط كل هدي الامور فيه فرق هنا بين الواقعية والحكمة يعني فيه هو بيتكلم وفقا لتقديرات استراتيجية وكذا وكذا لكن يعني حتى الرئيس بوتين نفسه قال احنا عندنا مشاكل في السلاح والطرف الاخر ايضا قال احنا عندنا مشاكل في السلاح وبدأوا يدعوا تحالفات دولة النياة اين السلاح اين السلاح اشكرك جدا اشكرك للغاية اشكركم والتقي بكم غدا بإذن الله حديث القاهرة